تزوجت فتاة صالحة من رجل بدى جيدا ولكن بعد مرور عام على هذا الزواج بدأ الزوج في الابتعاد عن زوجته إلا أنها حاولت معالجة الأمر بالتقرب من زوجها وعملا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها قيل لها ادخل الجنة من أي أبواب الجنة شئتي ولكن الزوج أصر على بعده مما دفعها إلى الكف عن محاولة التقرب إليه ومرت الأيام إلى أن وصل إلى الزوجة رسالة على هاتفها أن زوجها يكرهها ويحب امرأة أخرى ومن الأفضل لها لحفظ كرامتها أن تترك هذا المنزل وترحل استقرت على حذف الرسالة والوصول إلى الحقيقة قامت بالاتصال بزوجة أحد أصدقاء زوجها وقد عرف عن هذا الصديق الخلق الكريم إلى جانب أن هذه الزوجة صديقتها فطلبت منها أن تأتي إليها وبالفعل حضرت الصديقة استأذنت الصديقة لدخول الحمام ولكن عند دخولها الحمام تركت هاتفها على الطاولة وبعد ثوان رن هاتفها فكان الرقم الظاهر على الشاشة هو رقم زوج الزوجة المخلوعة فقامت دون تردد وردت على الهاتف فسمعت زوجها وهو ينادي تلك الصديقة بحبيبتي وهنا تأكدت الزوجة من خيانة زوجها لها ولصديقه وعرفت أن التي أرسلت لها الرسالة هي صديقتها وبسرعة أغلقت الهاتف وحذفت المكالمة طلبت الطلاق فلم يتأخر الزوج بل طلقها مباشرة وعادت إلى بيت أهلها وهناك بحثت إلى أن وصلت إلى زوج صديقتها الخائنة وأخبرته عن خيانة زوجته واستحلفته أن لا يسبب أي فضائح ففعل الرجل وطلق زوجته الخائنة في هدوء مرت الأيام بتلك الزوجة إلى أن انتهت عدتها فجاء زوج صديقتها وتقدم إليها وقد كان نعم الزوج ونعم العوض من الله انتهى الأمر بالزوج والزوجة الخائنين بعدم الزواج فالخائن لا يأتمن أي أحد حتى ولو كان شريكه يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا